اشتركوا في القناة اكيد ده نورك طبعا مسعيدة اني معاك في البرنامج وبرحب بيك بكل استادة المشاهدين خلينا اتعرف عليك اكتر يا شروق وقبل المسابقة وقبل ملكة جمال العرب لمصر السلام كانت شروق بتعمل ايه؟ يعني قولي انتي خرجت ايه؟ عندك كم سنة بتعملي ايه؟ انا يا شروق جمال عندي 28 سنة كنت شغالة او ما زلت شغالة في مجال الاعلام مزيعة ومزيعة كمان داخلية في الاستاد كنت في بطولات كتير زي بطولة كاس الامم الافريقية 2019 بطولة كاس الامم الافريقية 20-23 واخيرا كانت بطولة اسمها بطولة البحر المتوسط لالعاب الكوة 20-23 كنت برضو المزيعة الداخلية وكان مشارك فيها 13 دولة طب احكيلي انتي خرجت ايه؟ اعلام قسم ازاع وتلفزيون يعني اشتغلت في مجالك؟ اه بالزبطين حلو قوي طيب ايه اللي خلاكي تشترك في المسابقة وتقدني عليها من البداية؟ عارفتها منين؟ بصراحة وفي البداية انا كنت حابة فكرة مسابقات ملكات الجمال لان طول الوقت انا عندي هدف ان انا حابة ان انا كون شخصية مؤثرة بشكل ايجابي في المجتمع واكيد في حالة لو انا قدمت في مسابقات الجمال فهي بتحلك الفرصة بشكل اكبر انك تعمل اعمال خيرية انك يكون لك اهداف كبيرة وانك تكون اونس بوت بشكل اكبر فده يعني كان اهتمامي بالنسبة لمسابقات الجمال بالنسبة لبقى مسابقة ملكة جمالة العرب طبعا هي من المسابقات الكبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي فانا كنت سمعت عنها من فترة كبيرة وكنت حبة جدا ان انا أقدم فيها وقدمت فيها من فترة وانسيت الموضوع سبحان الله هم تكلموني وقالوا لي أن أنت اتقابلتي كمبدئيا وطبعا كان فيه اختبارات كتير اختبارات في طريقة الكلام في الثقافة دايما الناس بتعتقد أن مسابقات الجميل شكل فقط ولكن هو فيه جانب تاني ليه علاقة بالدراسة والثقافة باسلوب الكلام الاختبارات دي بتبقى من قبل ما تروحي المسابقة أصلا أو اللي بتكوني خلاص دخلت المسابقة فبيبتدوا يختبروكي جوا علشان تطلعي مثلا يعني لو هيقللوا العدد أو كده تطلعي من العدد اللي هيطلع للمرحلة اللي بعدها هم بيقبلوا في الأول يعني عدد محدد بعد كده بنبتدي يعملوا زي اختبارات بصفات إيه بقى يعني في البداية خالص بيقبلوا مواصفات إيه علشان لو حد من البنات بيسمعنا دلوقتي وحاب ان هو يكون موجود سنة الجاية فأقولي لي ايه الصفات اللي في الأول ممكن تخلي أي بنت تتأهل إن هي تقدم في المواصفات المواصفات الطبيعية بتاعت الجمال إنه يكون التول يتعدل 160 سنتي يكون الوزن بيتناسب مع التول الشيب بتاع الجسم يكون مظبوط التعليم يكون كويس تكون معاها لغة عشان تقدر طبعا لو مسلت مصر في أي دولة علامية تقدر إن هي تتعامل باللغة دي ويكون عندها قدر من الجمال وقدر من الثقافة يعني دي إن جنرال كده المواصفات العامة بعد كده بيكون فيه اختبارات ومراحل بتاني بقى بيكون فيه لجنة طبعا ودكتور حنان نصر هيكت رئيسة المسابقة كانت بتعمل معينا اختبارات كتير وفيه مدربين كتير بناء على المراحل دي بيتم بقى يعني اختيار بعض الأشخاص أو بعض الملكات اللي بيوصلوا للحفل النهائي أنتو كان عددكو كام في البداية؟ لأ يعني فعلا أنا مش عارفة طبعا اللي قدموا قدقي ولكن اللي وصلوا للمرحلة النهائية كنا 14 متسوق 14؟ بالضبط لما كنت عددكو 14 كنتي حاسة ممكن أنت اللي تفوزي باللقب؟ ولا كان موضوع لأ يعني قديني بقدموا تجربة وخلاص بصراحة أنا كنت مركزة على هدف أن أنا استمتع بالتجربة وأن أنا دخل الهدف معين سواء فوزت أو ما فوزتش فهي أكيد تجربة إيجابية أنا استفدت منها فعلا كتير وتعلمت حاجات كتير فكنت حتى بلان أنه لو فوزت وبلان أنه حتى لو ما حصلش فوز بس كان عندي يعني جزء من الثقة أني ممكن يعني أفوز طبعا أنت قلت أن كل واحدة بتفوز باللقب ده أو زيه من ألقاب ملكات الجمال يبقى عندها أهداف أن هي تغير حاجات في المجتمع أو أن يكون لها دور أو تبقى فإيه الحاجات اللي أنت نفسك تغيريها أو إيه الدور الفعال اللي نفسك تعمليه هو الحقيقة أنا المشروع اللي كنت قدمته يعني للجنة وحابة أن أنا أشتغل عليه هو دورات توعية عن إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا بمعنى أن إيجابيات السوشيال ميديا إحنا شايفين أن هي أكيد كتير جدا وحصل من خلالها تطور كتير جدا بقينا بنعرف أي أخبار في العالم في نفس الوقت في نفس الوقت تقدر أني أنت تكلمي أي حد في أي وقت وتتواصلي معاه من غير ما يبقى الموضوع محتاج مجهول فدي إيجابيات كتير جدا للسوشيال ميديا بس للأسف كمان فيه سلبيات للسوشيال ميديا وحاليا إحنا بقينا بنشوفها يعني مثلا بنشوف سلوك كتير جدا على السوشيال ميديا وللأسف بنشوف ناس ممكن تنشر أخبار أو حاجات مش صحيحة وللأسف الأشخاص دي كمان ممكن تتشهر وإحنا للأسف بنساعد أن ده بينتشر فهو دوري طبعا إن شاء الله يعني في الخطوات الجاية إن من خلال الدورات دي إن إحنا على قد ما نقدر هنحسن سلوك الأشخاص إن هم يحاولوا يستخدموا السوشيال ميديا بشكل إيجابي مش بشكل سلبي عشان الأجيال اللي قادمة تبقى أجيال وعية وتقدر تستخدم السوشيال ميديا بشكل إيجابي وده هيأثر على المجتمع بشكل إيجابي والسلام هينتشر في المجتمع بشكل أكبر حلوة قوي فكرة حلوة جدا يعني رفع ليكي هتشتغل عليها أكتر إن شاء الله وهتطوريها صح؟ أكيد طبعا يعني أنا هدفي كمان إن أنا أشوف نتائج إيجابية طيب شروع قلينا نرجع برضو لحيطة مهمة جدا قلناها كده في البداية هو إن إنتي بتشتغلي موزيع دخلي فلستان يمكن مش كتير ناس يعرفوا بتعملي إيه بالزبط عايزين نعرف دخلت إزاي المجال ده وهل إنتي بتحبي مجالات الرياضة وإيه الصعوبات كمان اللي بتواجهك أنا في بدايتي طبعا اشتغلت أول ما اتخرجت اشتغلت موزيع كنت بقدم فاكرة في التلفزيون المصري في برنامج رياضة وبعدها قدمت في قنوات تانية برامج في مجال الرياضة كان من حصنا حظي إن كانت أول بطولة عربية تقام في مصر كانت 2017-2018 وما كانش فيه موزيع داخلية مصرية تم ترشيحي للجزء ده وكنت أول موزيع داخلية مصرية تشارك في البطولة العربية طبعا كانت تجربة بالنسبة لي مميزة جدا بس يعني أفتكر أيام ما كنت في الاستاد يعني هحكي لك موقف كده كنت في الجزء اللي أنا المكان اللي أنا بأنوانس أو بزيع فيه فالجمهور طبعا الموزيع الداخلي ده هو اللي بيكون موجود في الاستاد وبيقدم بداية المباراة والفريقين والنشيد الوطني وهكذا وطبعا لو فيه أهداف لو فيه تبدلات الموزيع الداخلي هو اللي بيقول ده فالمتعارف عليه أن كان دايما راجل هو اللي بيكون موزيع داخلي ده اللي عارفينه طبعا بالضبط فمن بداية 2017 أنا قدمت ده فأفتكر أول مرة لما ابتديت أن أوانس أو أقدم بصوتي فالجماهير كلها كانت قاعدة في الاستاد أول ما سمعت صوت بنت كلهم لفوا وبصوا اللي هو صوت ده جاي منين فكان أحساس بالنسبة لي لحظة مش قادرة نسيها طبعا لحظة حلوة بس لحظة برضو اللي هو أنا اتفاجئت يعني ما كنتيش ألقان أوقتان ده أول تجربة ليكي والجمهور يمكن ما يستقبلش صوت نسائي في المكان ده فما كنتيش خايفة؟ لا بالعكس خالص لأنه طبيعي أن أي حاجة أنت بتعمليها جديدة هيبقى فيها جزء إيجابي وهيبقى فيها جزء أن الناس هتستغرب بس بعد كده مع الوقت الناس بتتعود وبتتقبل ده جدا بدليل أن احنا حاليا بقى فيه مزعاد دخليين كتير جدا في معظم البطولات فيعني أنا كنت مركزة أن أنا تحدي وأن إن شاء الله ننجح فيها والحمد لله يعني الموضوع نجح وشاركت بعد كده بقى في 2019 كان من خلال الكاف أو الاتحاد الأفريقي ده بطولات بتبقى دولية يعني على مستوى الدول الأفريقية عامتها أنت كنتي حتى نفسك في الحتة دي أو كنتي حتى عينك على المكان ده ولا هي جات معاك بالصدفة؟ لا بصراحة كان صدفة يعني قبلها أنا كان موضوع الإزاء الداخلية ده يعني ما كنتش بصاله قوي بس فعلا فيه ناس رشحوني بما أني كنت شغالة مزيعة في مجال الرياضة وكانوا شايفيني في الحتة دي نفسك تكملي في مجال الرياضة في نفس الحتة بتاعتك يعني حب المكان ده بقيت فاهمة فيه يعني ما بقاش الموضوع فارق ما بين ستة أو راجل إن هو تدخل في مجال الرياضة وده اللي شايفينه من خلال مزيعة كتير في قنوات الرياضة فنفسك تكملي في نفس المجال؟ أكيد طبعا هو ما فيش فرق بس أنا نفسي أكمل في مجال يعني حابة مجالي عمتا مجال التقديم ما عنديش مشكلة أقدم أي حاجة يعني أي برنامج في تخصص معين أنا ده بالنسب لي أهم حاجة هو الشغفي وحب للمهنة ويمكن مسابقات الجمال يعني قريبة شوية المجال شوية قريب من مجال الميديا يمكن ده ساعدني بردوك إزاي إيه القريب ده من ده؟ لأن من ضمن المواصفات إن مثلا الشخص اللي هتكون ملكة جمال أو الشخص اللي هتكون ملكة جمال لازم تكون متكلمة عندها أسلوب فإحنا قريب ده في مجالنا الأعلام إحنا لازم نبقى متكلمين ولازم نعرف ندير حوار وبيبقى عندنا قدر من الثقافة فيمكن ده برضو ساعدني بشكل كبير حلو قوي طيب حكيلي عن إحساسك بقى وانت on stage في المسابقة الموضوع مختلف مهما كنت قدمتي حاجات قبل كده أو كنت مزيعة أو كنت في استاد وفي عدد كبير بس on stage لحاجة جديدة عليك الموضوع كان مختلف حلو جداً السؤال ده بصراحة أنا كنت متعودة دائماً على stage بس إن أنا بقدم فكنت أول مرة أطلع على stage إن أنا متسابقة فبصراحة كان فيه يعني اللي هو كنت حاسن موضوع مختلف شوية بس كنت متحمسة برضو جداً كنت حاسن التجربة الأزيزة وأنا كنت حابة إن أنا أكمل في الموضوع وكنت حابة كمان مرحلة أسئلة اللجنة قوي فاكرة الأسئلة؟ آه فاكرة فيه سؤال فاكرة إيه الأسئلة؟ كان فيه سؤال دكتور دعبس هو طبيب أسنان سألني قال لي قال لي لو أنت فستي باللقب تدي اللقب ده المين؟ كان السؤال الخاص بي وكان ردي ساعتها إن أدي اللقب ده لأي شخص ساعدني إن أكون موجودة ووقفة على الستجل لأن بدون مساعدة الأشخاص اللي ساعدوني أنا ما كنتش هحصل على اللقب مين الأشخاص اللي ساعدوكي لو حبيتي مثلا عندك وقت هنا كافي ننتهي دوليهم؟ هو كتير قوي طبعا بس يعني أكيد أهلي وطبعا طبعا دكتور حنان رئيسة المسابقة وطبعا كل اللي دربوني في المسابقة فناس كتير جدا وأصدقائي يعني ناس كتير جدا ما أقدرش أقول شخص معين فكل الأشخاص دي بمساعدتهم أكيد كل حد ساعدني بحاجة معينة هي اللي خليتني أوصل لده دي أول مرة تقدمي في المسابقة ولا قدمتي قبل كده وما حصلش نصيب في المسابقة؟ لا لا كانت أول مرة يعني من حصن حولك ما جربتيش ليه تقدمي في مس إيجبت قبل كده؟ لا عادي يعني هي الفرصة جات أن أنا قدمت في ملكة جمال العرب وأنا برضو كنت أحبى فكرة ملكة جمال العرب لأنها مش على مستوى مصر بس على مستوى الدول العربية وكمان في ماس يوروب فأنا كنت أحبى المسابقة دي إيه اللي تغير بشخصية شروق قبل المسابقة وبعد المسابقة يعني فيه بعد اللقب أكيد فيه حاجات تغيرت وحب أن أنت تتطوريها في نفسك أو فيه حاجات لوحدها كده حسيت أن أنا لأ أنا لازم فيه حاجات أخد بالي منها أغيرها مضبوط اللي تغير أن أنا حاسيتني فيه مسؤولية أكتر حاسيت أن أنا أكيد هيبقى عندي أهداف أكتر فكرة حصولي على اللقب دي برضو يعني مش سهلة لأنه دايماً أنت خلاص بقيت كدوة بشكل بسيط مش كدوة كبيرة بس كدوة بشكل بسيط لبعض الأشخاص أو للناس فأكيد لازم تكون كدوة جيدة فبالنسبة لي دي مسؤولية بلاس طبعاً الهدف المجتمعي اللي بالنسبة لي أنا عايز أحققه فكل ده يعني يمكن اللي تغير شوية بس طبعاً قبل اللقب أنا كنت برضو بعمل حاجات يعني مشاريع وأهداف مجتمعية كتير بس مع اللقب الموضوع زاد أكتر وبقى مسؤولية أكتر بس مسؤولية إيجابية وأنا حبيها أكيد أنت قلت لي دلوقتي أنت عايز تبقي شخص مؤثر شايف أن أنت ممكن تستغلي فكرة السوشال ميديا في أن أنت تقدمي من خلالها حاجات تخليكي شخص مؤثر أو تأثري في أشخاص تانيين في الشباب في حاجات كتير أو في مجالات كتير إيه البلان بتاعتك لأن أنت تبقي شخص مؤثر وهلا تستخدمي السوشال ميديا في دولة لا أكيد طبعاً لأن أنا أصلاً مشروعي خاص بالسوشال ميديا بأجابيات السوشال ميديا فأكيد أنا كشخص لازم أستخدم السوشال ميديا بشكل إيجابي ده أوريدي أنا بعمله ولكن الفترة اللي جاية هعمله بشكل أكبر ومن خلال بقى الدورات والندوات اللي ليها علاقة بالسوشال ميديا أن احنا نستخدمها بشكل إيجابي عشان أوصل هدفي أكتر حاجة شايفاها مش كويسة على السوشال ميديا وعايزة تغيريها إيه هي؟ أو دي يعني في موضوع كده معين على السوشال ميديا هي بالنسبة لي أسوأ حاجة هو طبعاً الموضوع بيختلف من الشخص التاني بس أنا بالنسبة لي من أسوأ الحاجات على السوشال ميديا فكرة الناس اللي بتنق الأخبار أو بتعمل شير لأخبار من غير ما تتأكد من صحتها يعني ممكن مثلاً إشعائتي كموزيعة مثلاً معروفة وارد جداً تبيقعد حد عمل شير لخبر خاص بيكي من غير ما يتأكد أصلاً من صحة الخبر دي فأنا دايماً نصيحتي أن أنت أوكي اطلعت على الخبر وقريته أو أي شخصية معروفة يعني أو أي شخصة حتى لو مش معروف ممكن ينزل عنه خبر إشع فللأسف الأشخاص أحياناً بيبقوا غير مطلعين فبيشوفوا خبر بيصدقوا فبيعملوا شير فبيساعدوا على انتشار الخبر الخاطئ فأنا دايماً شايفة أنه اطلع الأول شوف الخبر ده صحيح ولا لأ ادخل مثلاً على صفحة الشخص ده اعمل سيرش على جوجل لو معلومات تاريخية لواتفر إيه وشوف أساس الموضوع وبعد كده قرر يا إما الخبر ده صح أو الخبر ده مش صحيح ولو هو صحيح ممكن بقى تعمله شير وتكتب رأيك أنت ساعتها هتكون مطلع ومسقف ولو هو مش صحيح فللأسف أنت مش هتساعد في انتشار الشائعة فده بالنسبة لي من أكتر الحاجات اللي أنا أتمنى أن الناس تعملها فعلاً لأنه ده لو حصل أعتقد الشائعات هتقلل بشكل كبير جداً والسوشيال ميديا هتبقى أفضل والشخص كمان هيكون مسقف لأنك في الحالة دي أنت هتكون مش نقف دورت على المعلومة بنفسك فهتبقى عارف حقيقتها فين وهتقدر تتناقش فيها كمان لو حد تكلم معاك فيها لأ أنت خلاص أنت مش بتعمل شير لحاجة وخلاص لأ أنا خلاص عرفت أساس المعلومة شروق عندك حق نتمنى فعلاً أن الحاجة دي تنتهي من السوشيال ميديا أن الناس تشير حاجات ملهاش أساس من الصحة وتدور على المعلومة الصحة قبل ما تعملها شير أتمنى لك كل التوفيق في البلان اللي أنت عاملاها لحياتك اللي جاية وإن شاء الله تحققين اللقب ده كل الأهداف اللي أنت عايزة توصل لها إن شاء الله أنا بشكرك جداً وأكيد سعيدة بالإنترفيو الجميل ده شكراً لكي نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة بحلقتنا منعيش سعيد نشوفكو في حلقات تانية كتير باي باي اشتركوا في القناة